انتظروا الانتباع بخصوص المنازل الايل والسطنة ايضا تحية طيبة لكل متتابعين ومتتابعات قناة شوف تيفي من خلال هذا المباشر دائما تنتظروا الانتباع بخصوص المنازل الايل والسقوط بالمدينة العتيقة اليوم احنا در احمد السوسي اللي تبع المقاطعة ببتكالة كما تشوفوا هذا منزل يعني كان الايل السقوط يعني تم الهدم دياله كما تشاهدوا معنا خلال هذا المباشر ولكن للأسف انه عائلات اللي في جوار ديال المنزل يعني هذا المنزل اللي تم الهدم دياله كما تشوفوا معنا يعني بناتهم حيط يعني الحيط ارقيق يعني ولو مهددين تهموا بالطور ديالهم كما تشوفوا انه كانت تصدعات وكانت تشققات في المنزل ديالهم كما تشاهدوا معنا ومتتابعين من خلال هذا المباشر احنا في السطح دياله المنزل واحنا تنعودون تنذكروا بالخصوص انه احنا كنا الحمد لله انه كنا امطار الخير في هات اللاحظات يعني منذ ليلة السبت وامطار الخير كنا الان اه في مراكش ومجمع مجموعة ديال المدر المغربية ولكن اه كنا دائما تنتروا الانتباه لهذه النقطة ديال المنازل الاية للسقوط واللي تتهدد سلامة وصحة كما تشاهدوا معنا بانه بعد الهدم بعدما كانت السلطات قامت بالهدم ديال هات المنزل هذا كما تتشاهدوا خلوا تصدعات يعني ساكنة اخرى يعني بالجوار يعني الناس اللي ساكنين في المنازل ديالهم خلوا لهم هات تصدعات كما تتشاهدوا بعدما تم هدم هات المنزل اللي تتشاهدوا معنا في المباشر يعني الاجراءات يعني هات العائلة خضرت واحد مجموعة ديال الاجراءات ولكن الاشكال انه مكنش تجاوب هنا بولاية جهة مراكش اسفي رغم الملاسلات رغم انه يعني مجموعة ديال الشكايات المتكررة لولاية جهة مراكش اسفي باشنا تدخل هنا في حمد السوسي هو كما هو الحال في يعني في هذا الدرب هذا وكما هو الحال في المدينة العتيقة يعني مجموعة ديال المنازل تتنتظر يعني لحظة السقوط ولحظة الانهيار وحنا تنتمنى وبدورنا انهم ما تكررش هذيك الفاجعة ديال مدينة الدربيضة لانهم مسؤولين يقوموا بالدور ديالهم يقوموا بالدور ديالهم وخصوموا بتجاوبوا مع المواطنين في اي لحظة باش انهم باش نتجاوزوا ما هو اسوأ باش الاسوأ نتجاوزوه باش اننا يعني ما توقعش كاريتا لا قدر الله وانه يعني تزهق فيها الارواح وتمشي فيها يعني اروح المواطنين طبيعة الحال معنا السيدة اللي صاحبة المنزل اللي هذي يعني بنت صاحبة المنزل اللي تحكي لنا هذي المشاكل اللي انت يعاني مننا تفضلي للا السلام عليكم ما حبابك معنا بعدها في الموباشر ديال القناة شوف تيفي تفضلي بداية انا كنشكر القناة ديال شوف تيفي للبتس الطلب ديالي انا اخويا درت شكاية في افينستا للولايات الولايات 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 الجهات مراكش لاسف ما كان شتا شي ما كان شتا شي ما ولو 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 جوض عملت شكاية الوكرة الحضارية فعلا قاموا بالواجب وخدأوا جو وشافوا المشكل اللي عندي والضرر اللي عندي وردو عليها ولمزلش الجامعي توا كدلك رد عليها والمقاطعة مرضتش عليها كان شي مجمعات ما فهمتش اني واش المقاطعة بغل جي تشوف المنزل ديالي ولا تشوف الناس اللي الخصم ديالي لي ما عارش من الله ما فهمتش لحد الان ما فهمتش انا هاد الناس اشانو اللي يبغو اضطرت بانا ناخد دوك المحاضر ديال مزلش الجامعي والوكلة الخضرية وندخل محكمة ديركت باش ندير مقال استعجالي فعلا انا بغيت هي الرفع الدرر وبغيت لطع ويد لغارما لوالو ولكن هاد الناس ما تجاوبوش ولكن كان القانون معايا يعني احكم برفع الدرر مع غارما تهديدية مياتين درهم فعلا وفي الاستيناف تحكم باييد مع نقص غارما ديت ميات درهم ولكن هاد الناس ما بغوش ينفده لانه كي واحد من الافراد ديال الورطة كيستغل المكان دياله اه ما رادش لا ديك الاسم دياله لا ديك الاسم دياله لا ديك التافين خدام نعم استغل المكان دياله ما بغاش ينفده عملو الدفاع دياله عمل جميع الاشكالة المينف كما نقوله فرق 16 المينف ماشي تمينف واحد ولينا في ادارة صعوبة ولينا في في الطفية الغارمة التعديدية لي ما توفت بلولا ولينا ماشي خدينا عملو الدرس ولينا خدينا على ضرارة كما قل الدفاع الثاني بعد ما ما مات صدق الدفع اللولاني مات اخدوها الدفاع الثاني بانه تيقول تار صعوب اخرى اللي سابق البط فيها قرر ان تنفيذ الناس و لا يريد ان ينفذوا الناس فقط قررت نحن اخرين موضوع المنزل نحن سوف ننطق المنزل و ينحن نحن الأمام و ينحن لدارها و ينحن نحن في مدينة تقريبا ويسقطوا الدار بزز من 2006 دابة مؤخرا في صمارة جلبوا حفارة ويحفروا الى السش ويقوموا بصعوبة ويقوموا بطماطل من 2006 إلى 2021 ويقوموا بطماطل كالنشد الوالي لم أعطني قيمة والإدارة التي كانت كتابة ولم أعطني إرسالية كان نشد سيدنا لأني أن هذه الناس من تعلمنا عن سلطة لم يتعامل معهم ومن 14 سنة ما سنضيع في السنوات المحوكّم هذا أريد أن أقول لك أخوة يدرك الصعوبة يجب أن يزيلها لا يريد شيء يبنيه الخيبرة كانت ممكن تشوفها ممكن تشوف الخيبرة وتشوف الأحكام وتشوف شكاية ليدر الوالي وتشوف التدخل اللي يطلب التدخل الوكيل العام على هذا الشي وتدخل الرئيس المحكمة التلسيناف على الاستدعاء التي يمشون من الملفات ماشي نقولوا استدعاء واحدة رأس استدعاء الأطراف بسطة يعني ماشي واحدة ما قالك حقا رأسي الكتابة وجاوبني فعلا بأن الكتابة جاوبتني بأن سوف ندخل المدولة أدرك أن تشوفوا بأنك قلت ترميم في المنزل أدرك ترميم داخليا لا يمكن أن يشوف الناس الوالدة والناس الذين يدخلوا وعندما أعيش في هذا الشي أنا لدي داخل ولكن البيت هذا وهذا الجنب لا يصري هو مطر أنتم لم تشوفوا البيت الأخرى الوالدة هو مدد ما تشوفوا أنه يتحقي وصر البيت الأمر يتحقي البيت الأمر من الباب لغاية من ناحية الاستنتاجات الخبرة الخبر السليم رأى باستنتاجاتهم بأنهم سوف يبنوا الحيوطة لهم لأنهم لا يريدون أن تسرق لهم ثانيا يبنوا الأغيار لأنهم الجيران كذلك لأنهم لا يستطيعون أن يستطيعون الحكامة رسم القضائية غالية رسم القضائية غالية تدفعون بـ 190 درهم مدنيا بـ 120 درهم مدنيا بـ 120 درهم هذا المنزل جديد لكي يرى هذا الضرر يزال قائمة على الأستاذ السليم لأنه لا يريدون أن يبنوا لأن أستاذ محمد الحسيني يجب أن تسرق دون مالدي لا أستطيع أن أجل هذا لا أستطيع أن أجل هذا رسم القضائية غالية وزارة العدمات لا يستطيع من الموضوع ويلا يتم أضعاف مدينة مرح لا يساعد أيضا يخافون من المحكمة أصلاً يخافون من أن يصلوا لي أصلاً من باب دي يخافون من حقوق هذا المناس مضروري أصلاً أما أخير الذين يعرفون أنه يوم الذين كانوا عندهم رياضات رابعوا رياضات وزادوا حالهم وما هي لساديات؟ أين هي الولي؟ إذا كان الولي يجب أن يأتي يجب أن يتعاملون إذا كان المقدم لم يكن في خبر كان إذا كان المقدم أقول هالي يجب أن يتعاملون مثل إذا كان المقدم يتعاملون ولم يتعاملون ولكن أرى أن المقدم كان يتعاملون لم يكن لديهم أصلاً لا يمكن أن نرى العديد من الإزراءات التي تقدمتها لم يكن تم المشكلة الأنشاء كراً واضح نشوف بانه المنزل منزل انه تم الهدم دياله بعدما كمية تشاهده معنا بخلال المباشرة السيدة انه قمت ببعض المجموعة ديالإجراءات قانونية باش انه باش انه كمية تشاهده باش انه الهدم كان هدم كبير وانه تنشوفوا انه الحفرة تديسة سننشق قد تفصل المنزل هنا كمية تشاهده الان وانتما تشاهدوا الان بانه هاد شوري تهدد السلام ديال هاد العائلة هادي نعم يعني قاموا يعني ببعض الاصلاحات باش انه ميبانوش هتصدعات داخل المنزل وطنعفوا بانه المشكل كبير في مدينة تمركش بانه منزل كتيرة في مدينة عتيقة مهددة بالانهيار في اي لحظة والحمد لله انه كان ينضرك يعني انه الامطار الخير لتزيد انه تتصعب يعني بالنسبة لهذا المنزل تنشوفوا التشققات بسبب لانه تنشوفوا بانه حتى البنايات البنايات دير هاد المدينة العتيقة امشي نشوفوا باش نشوفوا امشي نشوفوا انشي قادر منزل يعني في اي لحظة هاد المنزل يقدر انهار بسبب هاد الهدم لاتقام في هاد المنزل هادك ما تتشاهدوا يعني مكيش مكيش كانت كرمانية كانت كرمى اخوية زكريا يعني ان نبلو له وحرقوها وهذا التقنية اللي في البلدية اللي تقول اللي كان اللي كان سفتو رئيس دي القاسم دي التعمير في المدينة تقول لي ما كينتنشي حاجة نعمس وكين نزاع قلو مربينو بين العدل ووصفين نقول حناي بالنزاع العدل العدل راعيات نعم هاد ناس اللي مباش يخدموا هاد ناس اللي مباش ينفذوا كانت عندهم مكانة وكان المال تحتاج كل المال يحطي السلطة وش نقول ليه المال مستعب عباد الله نعم نعرف انا هاد شنو كين وش انا مواطنة عندي الحق ولي ما عنديش عندي الحق نعشك بحال الناس عندي الحق نشوف حياتي ونا نبقى 14 سنة هنا في العدل وكوما كش كان عرف انا الاجراءات فين غان مصر ديالي انا 14 سنة وكوما كش انا كنت عرف الاجراءات وكنا ندخل ونخرج ونشوف المال فيديالي انا في بداية الامر ما كنش يعرفون بان المال فيديالي تتحكم نهائيا شوفوني في التنفيذ عاد ناضي الدغوطات عليا وصبرت وما ادخلت في شي حد وخليت المسطرة عكا ولكن باش يجو ونحتج ندا وقاروب المال في تنفيذ ورحموني اخويا رحموني لكن انتم مواطنة المغربية هنا ونقدرن لنشتك ارحموني اخوين زكريا نشوفوا المنزل بعد ان اقربوا من الحالة باش ان انا اقربوا انا اخوين زكريا احيطوا الناس يطيحوا لا باية هم حفروا الناس حفروا الناس باش يطيحوا الطعام باش يجيروا الصعوبة القضاء القضاء عندنا في المغرب لا يمكن ارى الوراق يخرج خبرة يخرج خبرة يخرج خبرة داروا خبرة مضادة جابوا مختصين تسللوا داخل الدار داخل الدار داخل الدار دخلوا شركة بيتون داخل الدار داخل الدار داخل الداخل انا اتخبروا اذا كما تابعتوا معنا وكما شاهدتوا معنا للأسف بأنهم مسؤولين بجاءة ولاية مركش أسفي بالإضافة يعني هنا للسلطة المحلية يعني اللي مقايمش بالدور دي لهم بنسبة المحاضر بنسبة الشيكيات لتتقدم من طرف هذا الناس حتى تنسمعوا واحد اليوم بأنه منزل تم يعني النهار في لحظة أسباب ما عفنشنا والأسباب كما تشوفوا كل شي سبابه يعني الهدم اللي كان يعني في المنزل الآخر كما تشاهدوا معنا بخلال المباشر هل سيدة فقط تضطرب برفع الضرر عليها يعني قامت بإصلاحات باش أنه تغطى هذك العيوب تغطى هذك الشي اللي خلت هذك الانهيارات دي لمنزل المجاور الآخر ولكن أدرك هذ الناس هذو أخوة كما تشوفوا يعني أخوة المنزل دي لهم همار جمعوا حويجهم مجمعوا كل شي أولا وعايشين الرعب وعايشين الخوف وعايشين يعني لأي لحظة يقدر هذي يكون هذو الانهيار هذا في المنزل دي لهم وهما يكونوا يعني عرضة التشرض وعرضة الضياع كما تشاهدوا معنا بخلال المباشر أن المجهودات قامت بها السيدة كما تتقول لك رغم الصعوبات يعني قامت مجهودات كبيرة باش أنها ترسل ولكن التصدعات بدأت تظهر فصل المنزل كما تشاهدوا معنا أن التصدعات في كل مكان بسبب الانهيار لأنه مكنش هذك الجدار الواقي تكون مابين حيط وحيط دي المنزل يعني تكون حيوطة لاصق مع حيوطة لوقيتها فاش يكون واحد الانهيار دي المنزل والتي يكون الانهيار دي المنازل اللي قريبه وهذا هو الإشكال دي التعمير هنا في مدينة تمركش على العموم نتمنى أن الرسالة تبرتجوا معنا مزيان هذا المباشر هذا باش الرسالة دي هاد السيدة بأحمد السوسي أن تصل لمن يهم أمر بمقاطعة بابدوكولا شكرا لكم وتحياتي لكم وتتبعينا من خلال هذا المباشر على قناة شوف تيفي ان ديريكت